السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم ورد وفل وياسمين وكل حاجة حلوة أعزائي الحلوين السادة المشاهدين حلقة جديدة وثالثة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تابر أمين حلقة يوم الأربع الموافق 23 ديسمبر 2020 من الميلاد النهاردة طبعا حلقة الحمد لله ربنا رازق فيها بمواضيع كتير وملفات كتير وحلقة دسمة وطبعا ختامها مسك بفقرتنا الأسبوعية مساء كل أربع اللي حضراتكم بتترقبوها وتنتظروها بشغف واهتمام فقرة الأستاذ مفيد فوزي فقرة كلام مفيد للأسف الشديد جدتي جدتي كانت قالت زمان مثل مهم أوي اسمه الجواب بإيبان من عنوانه صح؟ صح وعنوان الجواب وحش وجدتي كمان جدتي كمان هي اللي قالت مثل تاني اسمه أول القصيدة بس مش هقول كده عشان ما بحبش استخدم الكلمة دي في أي حاجة في معاملاتنا عشان فيه ناس بتاخده الكلام ده تطبقوا ع الدين فاستغفر الله العظيم في كل الأحوال لكن خلونا نعدل المثل وقول لكم أول القصيدة تأجيل ليه كده؟ ليه كده يا أولاد الحلال؟ ليه نبدأ مهمتنا بغلط؟ ليه نبدأ مهمتنا بالاستثناء مش القعدة؟ ليه نبدأ شغلنا بمجاملات؟ ليه نبدأ شغلنا بقيل وقال وأصله هم وشكوك وارتياب ومحاولات لتأويل كلام عن ناحية دي ومحاولات تأويل كلام عن ناحية دي؟ ليه؟ طبعا أنا عشان ما تبقاش في الزورة أنا بكلمكم عن القرار الغريب اللي خدوا اتحاد كرة القدم المصري منذ ساعات أو اللجنة الثلاثية يعني المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري منذ ساعات بتأجيل مباراة القمة مباراة الأهل والزمالك اللي كان مقرر لها يوم لاثنين اللي جاي تمانية سمعة ونص مساءً إلى أجل غير مسمى ودي الكلام على الصفحة بتاعة الاتحاد المصري كرة القدم أنه إدارة المسابقات بالاتحاد المصري قررت تأجيل المباراة بتاعة الأهل والزمالك ومش بس تأجيلها لا لا ده في يومية هالأهل والزمالك حيلعبوا برضو بس مع فرقتين تانيين خدت ليش بالك بقى من الكنافة بالجنباني المعمولة دي كنافة بالطرشي ما يمشوش مع بعض تأجيل المباراة لأجل الغير مسمى وفي نفس اليوم بدل ما كانوا يلاعبوا بعض الأهل هيلعب للتحاد السكندري والزمالك حيلعب سموحة هل ده اليوم ده متخصمين مثلاً لأهل زمالك مع بعض؟ أجهزة الحلقين لأهل زمالك نفعش يلعبوا مع بعض في يوم الاتنين؟ إيه؟ إيه المنطق؟ إيه الحكمة؟ وبعدين أنا بقول هذا الكلام كله لأن أنا كنت بستني في القرار بالتحاد الكرة أن يتكتب لدواعي أمنية أو بناء على طلب الأمن لأن ده السبب الوحيد اللي كلنا نحط لسنة في بقنا ونسكت خلاص الأمن لما يطلب تأجيل مباراة أو إلغاء مباراة أو 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 سمعاً وطاعة لأنه لا شيء يعلو فوق الأمن والأمان بالنسبة للدولة والوطن المصري وطبعاً وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنظيم وتأمين المباراة فكلامها مطاع مش لسبب إلا أنه ده المصلحة العامة فبنسكت لكن مفيش لدواعي أمنية يبقى معناها لدواعي عنده كنتو يا اتحاد الكرة الجديد وأنا بكلم هنا صديقي اللي أنا بحبه وبعتزب صدقته أحمد مجاهد اللي مسك اللجنة الثلاثية وكان نفسي البداية تبقى كده يا كابتن مجاهد كان نفسي البداية تبقى غير كده وهو هو كابتن أحمد مجاهد اللي مبارح واللي أول مبارح أيل كده تصريح رنان لن نسمح بأي تأجيل لأي مباراة إلا لدواعي أمنية وبعديها بـ 24 ساعة أو 48 ساعة تأجيلة مباراة دون ذكر أنها لدواعي أمنية فياما اتحاد الكرة يطلع بسرعة يقول يا جماعة احنا لغينا المباراة أو أجلنا المباراة بناءا على طلب جالنا من الأمن ياما يقول لنا السبب اللوزعي اللي هو أجل المباراة عشانه ومحدش أرجوكم يقول لي أصل اللعيبة بتاعت الأهل والزمالك اللي جالهم كورونا خلال الأمن اللي فاتت بصراحة لو ده السبب ده عذر أقبح من ذنب ده يبقى عذر أقبح من الذنب نفسه لأن كل دول العالم وكل منتخبات العالم وكل أندية العالم بتلعب ونجمها ولاعبيها بعضهم جالوا كورونا وبيستبعدوا وبيتعزلوا وبيتعالجوا والناس التانية بتلعب لما يكون بقى أكترية الفريق لما يكون القائمة بتاع الفريق تلاتين واحد فعشرين اتنين وعشرين واحد عندهم كورونا آه ده ظرف قهري زي اللي حصل لنادي الرجاء المغربي هو بيلعب الزمالك في السيمي الفاينال بتاع أفريقيا ماشي لكن الأهل عنده اتنين تلاتة كورونا عنده أفشة والسلية ومش عارف مين تالت ورمي ربيعة والزمالك عنده اتنين كورونا الزمالك عنده محمود علاء وطرق حامد بس آه التلاتة بتوع الأهل دور ركائز ومهمين طبعا واللي اتنين بتوع الزمالك دور ركائز ومهمين طبعا بس أنا مالي والدليل إن الأهل والزمالك حتلعبوهم في نفس اليوم يعني انتوا لو أجلتوا للمباراة للفرقتين أسبوعين لحد ما اللعيبة يشفوا ماشي أو انتوا بتفكروا إن الفرقتين لازم يبقوا بقوامهم الطبيعي ماشي لكن انتوا حتلعبوهم من غير اللعيبة دي ما خلاص مدام مسحتهم إيجابية عمرهم ما هيخفوا في ثلاثة ايام فاضل الأربعة ايام أو ثلاثة ايام على الماتش بتاعيوم الاثنين ده فمعنى كده إن الأهل والزمالك حيلعبو من غير اللعيبة دي والأهل بالفعل النهاردة لعب في أفرخيا وكسب الحمد لله مباراة في النيجر في الدور التمهيدي الدور الاثنين وثلاثين علشان التلاتة لعيبة دول برضو مستبعدين من القائمة ولاعب وكسب والحمد لله زي الفل وقطع حوالي أكتر من 90% من مشوار التأهل لدور المجموعات البداية الحقيقية بقى للشامبينز ليج والنهاردة الأهلي بالجود بتاع آليو ديانج ده يعني صرخ صرخة كبيرة كده قالك أنا جاي ونوي على العشرة إن شاء الله بس مش قضيتنا دلوقتي أنا قضيتني دلوقتي في إن أنا مش شايف مبرر منطقي يوحد ربنا لتأجيل المباراة غير إن إحنا بدين بالاستجابة للضغوط بالاستجابة للمجاملات بالاستجابة وعشان خطري والنبي ما يصحش أصل فصل وبعدين دي مباراة أنا آسف يعني أنا آسف لا قيمة لها في بداية الدوري لا هي مباراة حتحسم الدوري ولا حتحسم كاس ولا حتحسم حاجة بدن دي مباراة في الأسبوع الثالث ولا الرابع والحمد لله إن القرعة وقعتهم بدري عشان حساسية وسخولة المباراة تخف فتبقى مباراة عادية بتلاتة بند لو الأهل كسب الزمالك يقدر يعوض في باية الدوري الأول والتاني ولو الزمالك كسب الأهل يستطيع كده حلوتها في كده فمباراة ملاش قيمة ولاش حساسية ومش حاجة خالص وإنتم اللي بتعملو لها الطريقة دي بتعملو لها المشكلة دي لما تأجلوها فتيجي في وقت سخن فيحصل احتقان ويحصل ويحصل ليه يا اتحاد كورة أجلته المطش عندك سبب يا صديق العزيز النقد الرياضي الكبير أستاذ شاوي حمد مساء الفل يا شاوي بيه أنا سعيد بإن أنا أتواجد معاك ويا رب أكون عند حصة ظن مشاهدينك أنت دائما عند حصة ظننا باحترامك وموضوعيتك يا شاوي بيه هو عنوان الاحترام اللي احنا بنتكلم عليه اللي حضرتك بتصفني به هو الثبات على المبدأ الثبات على القرار هو التمسك بالموعيت والالتزامات والعهود والتوقيتات صح للأسف الشديد احنا دورينا أو مسابقاتنا العريقة اللي هي الدوري العام الممتاز غير محترم مسابقة غير محترمة للأسف الشديد الناس اللي مسكنها مخلينها اضحوكة والعوبة ودمية مش مش كل دوريات العالم بما فيهم دوريات الدول النامية مستخرة ثابتة منضبطة توقيتات مضبوطة لا تأجيلات لا تعديلات انما عندنا ده حتى المهاردة استاذ تامر انت بتقول في تأجيل مباراة المباراة الاسبوع الرابع اللي موضوعة من قبل من ما قدرش اتعامل مع الاستاذ احمد مجاهد او المعندس احمد مجاهد لاني انا ما بتوافقش مع الاسلوب بتاعه الدوري النهاردة او اللوايح بتاعت الدوري النهاردة تم فيها تعديلات وتغيريات يعني اي اي نادي لو اعترض عليها لازم انت بتبتدي المسابقة بلوايح هذه اللوايح والدساتير والقوانين لابد ان تنهي المسابقة بيها طبعا النهاردة احنا ما كملناش الاسبوع الثالث وتم تغيير موعد القيد وتم تغيير قواعد وقصص ايه ده وفي ايه متى نحترم انفسنا متى نحترم من سبقونا ووضعوا قواعد معينة كل واحد يجي او سيد سامر صحير يروح شاطب على اللي قبله وبادئ من اول وقت النتيجة ايه يا سيد سامر ان البناء لا يعلو وان الامور تظل في انخفاض دائم لا وللاسف كمان يا كابتن شوئي دلوقتي انت في البداية هو انت فتحت الباب بقى ما انت خلصت لما سمحت بيها فتحت الباب من الاسبوع السادس هيحصل كذا فانا دي يطلب ايه فقولك ما انت عملت اجلت خلاص فعتفتح الباب لمجاملات ومهاطرات لا نهية تلا وزي ما حناك قلت الدوري حيبقى مهلهل ومش بنحترم مواعيده الدوري السابق يا استاذ تامر كان راحت يقلب بالطلاق والله من اللاعب الماتشي ده ما يتلعبش الدوري السابق كان كالكتار الشاش عارفت ده القطر بتاع زمان اللي يطلع واحد على الزراعية يشاور له يوقف هو ده انا مليش بزاجة العبيبة مش هلع ولا يستطيع احد لكن المسابقات مش لكن المسابقات لكن سلسية خمسية وحادية خلاص ده انت فاكر يا رئيس السنة اللي فاتت وكانت يعني اعجوبة وكل العالم وقف لهم وضرب لهم تعظيم سلام في الدوري الانجليزي لما كان نادي ليفربول عنده ماتش في الدوري وهو بنفس على اللقب والمسابقات تعارضوا مع بعض لدرجة انه ما عافش في كاسل الاتحاد ولا كالدرع الخيرية ولا بتاع الخمسمائة المسابقة اللي بلعبوها هناك في انجلترا في نفس اليوم كان فيه مباراة تانية لليفربول في المسابقة التانية وليفربول قال لهم يا جماعة تبالعب ازاي والتاقل لهم ما لناش دعو المسابقة مسابقة والجدول يحترم ولعب ليفربول هنا بفرقة ولعب هنا بفرقة والناس كلها احترمت لجنة المسابقات وكذب في الاتنين. انا عايز اقول لحاجة. انا يا كلمة اللي حضرتك قلتها. المواعيد تحترم. احنا معنناش حاجة اسمها احترام للمواعيد. وبالتالي احنا مش بنحترم انفسنا. طيب احنا متفقين هنا يا أستاذ شاوي. متفقين انه مفيش منطق ومفيش احترام وده غلط تماما. بس حاول معايا يعني انا والله بحاول شوف لهم مخرج. تفتكر. تفتكر ايه السبب. يعني البيان ما كتبش لدواعي امنية. لو كان قال لدواعي امنية كلنا كنا احترمنا القرار لان احنا محترمين الامن في البلد. لكن طالما مفيش دواعي امنية يبقى ايه. عشان الفرقتين عندهم كورونا. طبما انت ملعبهم في نفس يوم مباراتين مع اسموحة والاتحاد. ده الاتح ده سموحة. فايه باع المنطق? انت اه 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 ويبتوا لاسباب صحية انا كان فيه عزمي لدلوقتي بيتكلمني. اه. بيقول لي عشان الكورونا انتشرت. طب عشان الكورونا انتشرت النهاردة في اه اه تقريبا ما يقرب من الف مصاب. اه. اه. ده مدعالة ايه يعني. يعني ده مبارات. ليس لها اه اه جمهور. يعني مفهاش جمهور. صح. ويقول لك اصل اللي يكسب هيحتفل. ما يحتفل يعني. يكسب يحتفل. الاسبوع الرابع يا ريس. الاسبوع الرابع. يحتفل بايه? هي. لا على فكرة هي ايه? هي بطولة خاصة بين القطبين الكبيرين. طبيعي. ماشي. ماشي. وفي جماهير كتيرة هتفرح وكماهير كتيرة هتزعل. انما هو انت لو حتى البست كما ما ومشيت في الشارع تقول اهلي او تقول زمالك. اه. دي فيها عب. لا. او دي فيها دواعي تحفظات صحية. لا لا لا. مفيش منطق. مفيش منطق والله. مفيش منطق. وزي ما حضرتك قلت. ما اعتقدش لدواعي امنية. لان كان ببساطة قوي. لو كان في دواع امنية. كان الاخوة الافاضل الجبلوية. كان يقولوا ان هالاسباب امنية. اه وخرجوا نفسهم برا القصة. ويخرجوا برا. انما انا بقول لحضرتك. ما هو احنا كنا دايما كده. ما انا مش هلعب الماتش ده. على الطلاق ما نلعب. خلاص? مم. لا خلاص وانا طلاعك هيقع ما يصحش. حتى يعني. عشان خاطر الطلاق يعني. لا يا راجل لا. الامور عندنا مش يا بركاوي. ومش يا اه. انا ما كنتش احب كده والله وانحنا يعني لجنة وبتبتدي عهد جديد وصفحة جديدة. كان مفروض الانضباط والالتزام والاحترام يبقى عنوانها. يعني ايه توصد اني لجنة استاذ. اللجنة السلسية جديدة. كانت في لجنة خمسية. لا انا بكلم عن السلسية. بقت سلسية. قبل ما ادروح للسنائية. بقت سلسية. بقت سلسية. دلوقتي احدية. هو هو الاستاذ اعمال من المجاهد. اتعايز رأي يعني. اه. والله طيب المهندسة هانية بوريدة هو اللي بيشتغل بطريقة راس بوتينية بيشغل كل الخلق دي باصابع خفية ومن وراء السلسية. طيب اسألونا المهندسة بوريدة اجل المطش ليه? يعني انا عنديش مشكلة اعرف بس يعني. طيب ولو جبت وعملت له مداخلة تليفونية. انا هدفع لك اللي انت عايزه مش هيرد. هو الرجل الخفي الشبح. مفهوم. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا ان نقدنا الكبير استاذ شوق حامد. متضامنا معانا في الاستغراب والاستعجاب والاستنكار لهذا القرار من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة الاهل والزمالك اللي كانت مفهوم تلاقي بيوم الاتنين اللي جاي. لاجل غير مسمى. احبش كلمة الاجل غير مسمى دي. لاجل غير مسمى عارفين زي فيلم بتاع اسمه ايه كده? اللي هو ايه? ماشي. مش مهم بقى. اللي هو لحد ما نشوف. لحد ما ربنا يسهل. حاجة 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 مش تمامية. فيش منطق. فيش سبب. فيش سبب. ما علينا. ما علينا. قبل ما نسيب الكرة كده عندي اه اضحوكة. عندي اضحوكة. عارفين زمان كان يقولك عن نكتة اضحوكة. ممكن اقولك اضحوكة. او والله زمان كان مفيش حاجة سنوى زي مسائل خير يا هادم كده. فكان يقولك ممكن اقولك اضحوكة اللي هي النكتة. اللي اضحوكة. مشهد كده. شفتوا بالصدفة مبارح. للقطة في مطش. بيراميدز. ونادي الاتحاد الليبي. اللي كان بيتلعب اول مبارح. في بداية مسابقات الكونفيدرالية الافريقية. و بيراميدز كسب واحد صفر. وفي الدقيقة تسعين. حتة طلقتها. حتة طلقتها. هي متعلقة بالنجم والسد العالي الجديد. شريف اكرامي. وعشان الناس كان بتقولها تامر انت كنت بتنتقده ليه. لما كان بيلعب في الاهلي. وشايف انه سبب مشاكل كتير في حرصة مرمى الاهلي. وان انا عملت فرح. فرح. لما مشي من الاهلي وراح بيراميدز. وناس قالوا لي اللي حرام عليك. وانت قصيت عليه. وكنت. وطول ما جماعة قصيت علي. انا بقصيتش على حد. اولا كل الاشخاص ليهم احترام عندي. انا بقصو وبنتقد على الفعل. وانا فعلك. يا شريف اكرامي. وانت في حرصة مرمى الاهلي. كان حاجة صعبة او. او 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 كمال. او يعني. حاجات ما كناش بنشوفها. منها دي. بصوا على اللقطة دي. حاجة الحقيقة. ما تحصلش من حارس. عنده 18 سنة. او ايه ده يا برنس ده. ايه ده يا شريف ده. يعني. ايه اللي اوحالك بكده يعني. ايه اللي اوحالك ان انت تروح تجيب الخضار وترجع كده. بص. ايه دي. ايه دي. ايه دي. او او. ولولا بقى سات ربنا. ده انا عايز اقول لك يا شريف. مش عارف مين اللي ابن امرأة كام ده. 15 ده ولا كام. ده انت شريف اكرامي المفروض يروح يبوسه. احمد ايمة منصور ده. مش عارف مين. مش عارف. لا مش عارف. بس روح يبوسه. ويعمل له تمثال. لان الكرة دي لو كان دخلت جون. كانت حتبقى زفة بلدي. احمد سامي. ته يا لحمد. المهم حد من باكات بيرابنز. اللي طلع الكرة مع عقابة الجونة اهو. ده شريف اكرامي روح يعمل له فرح. لانه بقولك انقذه من زلزال تحفيل لمدة سنة. يعني هو التحفيل هيحصل كده كده لان اللقطة اصلا حصلت. بس لو كان دخلت جون كمان. يا خابرابيا. اولا. وقف هنا ثانية واحدة يا شريف. يا الاس. يا شريف قال. لا كمان حتة. 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 انا عايز بس ايوة كمان. 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 اوف. لا ايبا. كمل بقى. كمل وهتها من ناحة تاني. كمل وهتها من ناحة تاني. عشان بس ايه نقول للناس خبرة الشودة خلاص كمل 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 ايه بس بس ارجع 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 سنة ارجع سنة ارجع سنة ارجع سنة بس كده اقفل اي حارس مرمى في الدنيا بيخاف على ايه لا لا مش قصدي طبعا لا مش قصدي مش قصدي طبعا فهموني كويس بيخاف على ايه بيخاف على الجون صح ولا بيخاف على الملعب برا حارس المرمى اسمه حارس للمرمى فلما يكون الراجل الاحمر ده اللي هو المهاجم اللابس احمر وداخل من الزاوية الدايقة دي ايه اكتر حاجة المفروض يسدها حارس المرمى بيخاف عليها الزاوية الدايقة دي والجون شريف اكرامي قرر بابداع متنمو مش عارف ايه النظير انه يسيب الجون ويطلع يأمن التمنتاشر برا بصوا ايه ده يعمل حاج ده ايه يا برينس ده اللي هو بتفضل فضل البيت بيتك البيت بيتك يعني الراجل لو لعبها على طول من لمسة واحدة جون اللي هو لدي بس انه هو ما صدقش اللي عمله شريف يعني الراجل ما صدق قال له بكلم جد وحيات ابوك فعلا سيبتلي الجون المفندق كده فالراجل من كتر الصدمة بصوا جاله صدمة مفيش حارس مرمى في الدنيا يعملها ودي بقى عبقرية اللي عند شريف اكرامي في فكرة التوقع هو دي حب دايما يتوقع فبيتوقع عكس دايما المهاجم بيعمله بسم الله ما شاء الله لكن في النهاية سات ربنا وكان ربنا كان مجبير ايه وعلى شريف اكرامي انه يعني ما دخلتش جول لكن في النهاية انا قلتلكم انا شريف اكرامي كشخص بحترمه وبحترم تاريخه لكن هو عنده مشكلة في حراسة المرمى في تقديرات وفي اخطاء كارثية كارثية لها علاقة بالسنس والقرار واسألوا جمهور الاهلي اذا كنتوا نسين يعني اسألوا جمهور الاهلي اذا كنتوا نسين هاتوا الدفاتر تنقرة يعني اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرة لكن في النهاية ربنا يوفق الجميع خلاص بتشكرين بتشكرين طيب نطلع فاصل نطلع فاصل عشان عندنا كلام كتير عن القصة بتاعت كورونا وكلام مهم بس نطلع فاصل بس عشان نهدي جو شوية ونرجع بقى نتكلم كلام في الصميم افسدت جائحة كورونا حول العالم تقوص الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد حيث تحتفل ثلاثة كنائس في مصر بعيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري وهي كنيسة الروم الارتدوكس والكنيسة الاوسكوفية والكنيسة الكاثوليكية التي وضعت اختيار جديد بسبب جائحة بايروس كورونا وهو امكانية وعقد قداسين للعيد حتى يتم تخفيف الزحان في القداساته ويترأس القداس الالهي للاحتفال بالعيد بابا وبترياركي الاسكندرية وسائر افريقيا ثيودروس الثاني ساعة ثامنة ونصف صباحا يوم الخامس والعشرين من ديسمبر وذلك في كنيسة القديس نيكولاوس بالمقر البترياركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة بعد القداس الالهي سيلتقي بالمهنيين من المسؤولين الرسميين وتنظم الكنائس الكاثوليكية قداس او اثنين على حسب اختيار الابعشية كاجراء احترازية لمواجهة الموجة الثانية لفايروس كورونا ومن ضمن الكنائس التي اعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بابو قير في الاسكندرية اما الكنائس الاسقفية فسيترأسها المتران مونير حنى رئيس الكنيسة مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعية مع اعتباع الاجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالاضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطاهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات اضافية للحفاظ على التباعد ويقام الاحتفال بنفس الاجراءات الاحترازية مع ايقاف الاحتفالات برأس السنة وعن الحضور للقداسات في الكنيسة الكاثوليكية فقد تم اعلان ستة كرارات لمواجهة فيروس كورونا ليتم تطبيقها على الكهنة والرهبان والراهبات والشعب من ابناء الكنيسة اهمها الاستمرار في صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس على ان لا يتجاوز الحضور اربعين بالمئة من سعة الكنيسة ويكون هناك فاصل بين كل مؤمن واخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات ويقوم الاباء الكهنة كل حسب ظروف رعيته وبالتنصيق مع متران الابعشية بالاحتفال بالقداس مرة او مرتين يوميا والاحتفال بالقداس مرتين يومي الجمعة والاحد وذلك لأعطاء فرصة حضور القداس الالهي لكثة المؤمنين ووقايتهم من اي عدوى ممكنة اما بخصوص المناولة فاكدت الكنيسة بانها تعي جيدا تقليدها المستلم لكنها في هذه الظروف الاستثنائية فقط تصرح بان يضع الاب الكهن المناولة للمؤمن في يده على ان ينتظر الاب الكهن حتى يتأكد ان المؤمن قد تناولها مباشرة في فمه ويمتنع الاباء الكهنة في هذه الفترة الاستثنائية فقط عن مناولة الاطفال دون ست سنوات واوضحت الكنيسة انه سيتم اقامة قداس عيد الميلاد في كل الكنائس بنفس الاجراءات الاحترازية ويمكن اضافة قداس اخر يوم العيد صباحا وفقا لاحتياج كل رعية بالتنصيق مع الاب مطران كل ايبارشية وذلك لتقليد اعداد الحاضرين في كل قداس اسراء سعد اخر النهار كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل مسيحي العالم في كل ارجاء العالم طيبين وربي الاعياد عليهم بمنتهى الصحة والخير والسعادة وحاجة صعبة طبعا الاعياد تمر علينا في هذه الظروف الوبائية الصعبة اللي فيها كورونا وزا ما انتو شفتوا التأرير انه حتى الاحتفالات الدينية المقدسة اللي هي الشعائر المقدسة حيتم اختزالها وتبسطها في اضيق اضيق الحدود وبعض الاحتفالات الدينية كمان حتتعمل عن طريق الشغل الافتراضي وعن طريق التباعد مش بالشكل الحقيقي اللي بيحصل فيه كل سنة وده شيء صعب لكن ادي الله ودي حكمته لان في النهاية صحة الانسان هي الاولوية وكل الاديان الدين الاسلامي والدين المسيحي وكل الاديان السماوية تعلي جدا من الحفاظ على صحة الانسان وحياة الانسان وتضعه في اولى الاعتبارات طيب اذا كان دين الاحتفالات الدينية المقدسة والشعائر الدينية المقدسة في بعضها يتم الغائها وبعضها يتم اختزالها وتبسطها وبعضها يتم عن طريق العمل الافتراضي مبالكو بقى بالاحتفالات اللي مش مقدسة مبالكو بالاحتفالات اللي ملاقاش علاقة بالشعائر اللي ليها علاقة ب having fun ليها علاقة بال خليك فرش احنا في رحلة ستة الكل انا مش عارف الحقيقة الناس اللي لحد النهاردة بتتجمع في حفلات سواء في الاماكن العامة او في حفلات خاصة جوه الشواء وجوه الفلات الناس دي دمخها بتفكر ازاي وانا بقول هذا الكلام على عهدتي الناس دي الجزء المستهتر ده من الناس هو اللي جايب لنا كلنا الكافية الاعداد الكبيرة اللي عملت زيد كل يوم انتو شفتوا النهاردة وزيرة الصحة اعلنت الاعداد الرسمية في البيانات الرسمية النهاردة الصبح دخلين على الالف تسعمية وشوية حالة اصابة وحاجة واربعين حالة وفاة تسعمية وشوية حالة اصابة بفيروس كورونا وحاجة واربعين حالة وفاة يعني رجعنا للارقام الكبيرة اللي كنا في وقت الرعب اللي هو في شهر مارس وابريل ولما كنا دخلين على فترة الحظر وفترة الاغلاق الكامل والحبسة اللي احنا اتحبسناها كلنا بسبب انفلات واستهتار بعض الناس مننا للأسف الشديد فوسط كل الكلام اللي احنا بنقوله هنا وبره عن الموجة التانية وعن السلالة التانية الاكثر شراسة واكثر خطورة واكثر انتشار وكمان بتصيب الاطفال السلالة الاولى كان بتستبعد الاطفال السلالة التانية بيقولك انها واخد الاطفال في سكتها ومع ذلك لا حياتة لمن تنادي الناس عيش حياتها عادي جدا وفوق العادي كمان عادي جدا وفوق العادي بشويتين اه مش كل الناس بس للأسف زي ما انا قلتلكم من شهور ولسه بعيد الكلام استهتار البعض يبوز التزام الكل احنا ميت مليون لو تسعة وتسعين مليون ملتزمين ومليون واحد مش ملتزم المليون اللي مش ملتزم ده يعدي تسعة وتسعين الملتزمين خلاص هو الخروج والاحتفال والشقلبازات والصهر وبتاع ما قطع بعضه ومش قادرين بنهرش بنهرش للدرجات دي انا بكلمكم عن حاجات بتحصل يوميا امبارح وانا مش حاولي في المكان لانه حلفوني ان انا ما قلش اسم المكان امبارح في احد الاماكن بتاعت الصهر في التجمع اقول لكم ايه اقول لكم ان كانت الناس مش ملتزقة في بعضها كانت يعني مش عايز اقول حاجات يعاقب عليها القانون يعني تكدس وازدحام رهيب لدرجة ان الناس كان بتطلع برة تشم نفس في التلج في الساعة من كتر الخنقة والزحمة اللي جوه صهرة الناس صهرانين في مكان بتاع الصهر هناك فيما التجمع ومكان مشهور يعني وعلى فكرة ده مش لوحده معظم اماكن الصهر التانية شغالة بنفس الشكل ونفس الكسافة ونفس الزحمة انا عارف الحكومة والدخلية هتراقب علي ايه ولا ايه انا عارف ان المفروض يبقى فيه تباعد يبقى فيه نسبة وبتاقب علي ايه ونفسك اسحاب الاماكن لا خايفين على نفسهم ولا خايفين على زباينهم وعملاءهم وضيوفهم ولا خايفين حتى على مصلعيتهم لو اتقفلت الاماكن دي هيتخرب بيتهم ومش هيلاقوا ياكلوا واللي بيصعب علي اكتر مش اسحاب الاماكن لان دول على فلوس على البون فلوس قد كده يقعدوا يصرفوا فيها انا بيصعب علي ازا العمال والموظفين الصغيرين اللي الاماكن دي لو قفلت عيشوا تقطع ورزقوا وقف ومش عارف ازاي ياكل عيالوا طب ليه بنعمل كده ليه بنعمل كده انتو بتزقونا بتزقوا الدولة زق والحكومة زق ان احنا نرجع للخنقة الكاملة طيب طبعا انتم ما عندكوش وعي وما عندكوش التزام يبقى هو لازم بقى بالقانون وبالعين الحمراء اقفل حذر مفيش ملاهي مفيش سهر مفيش طرفي مفيش كافهات مفيش مطاعم مفيش مولات مفيش كذا واقعد في بيتك خلاص عايزين كده ماشي براحتكم لو انتم بتحبوا الحبسة يعني براحتكم لو انتم بتحبوا قلة العيش وقلة الرزق وخربت ديار براحتكم الحكومة عمالة اجل عمالة اجل وتقول معلش نسيب الناس شوية نراهن على وعي الناس شوية مفيش مفيش كل ما نراهن على وعي الناس بعض الناس يدوها وانا نفسي الحقيقة واتمنى من الحكومة انه مكان ولا اتنين بكرة بكرة اللي هو بمعنى بكرة خميس بقى احنا نرخين على الخميس خميس والجمعة والسبت دول ثلاثة ايام صهر ايه ما اقولكش مكان ولا اتنين من الكبار يتقفلوا بكرة لما يتعمل عليهم كابسة فيتلاقي فيه الف بني ادم في قاعة قد كده عمالين يتنططوا وبتاع الكل الكل هيعمل اردب كله هيتردع ويقولك لا احنا بس هتدخل بعد كده العدد المسموع اللي هو نص المساحة او ربع المساحة او حتى تلات ربع المساحة لكن تلات اضعاف المساحة لا كده كتير كده اوفر وطبعا لجوه ولا فيه كمامات ولا بتاع كله انتباه يا دانس انتباه يا دانس على رأي توفيق دي ان الله رحمه فانا نفسي الحقيقة انه يتعامل كبسة بكرة على مكان ولا اتنين من دول يتقفلوا يعرفوا ان الله حق والباقي كله يقول امين الباقي كله يقول امين للأسف احنا المخالفين اتضح انهما ما بيجيش الا بالعين للحمر كلام المحترم والمناشدات والوعي والمسئولية والالتزام ما بيجيبش نتيجة يبقى ايه يبقى سيف القانون سيف القانون وحد الساعتها يقول حرام اصل هذا ما جنته عليه اياديكم انتو اللي عملتوا في نفسكم كده وبتعملوا في نفسنا كده واحد يروح يصار امبالع وسط الف واحد الواحد اللي رجع ده هيقابلني ويقابلك ويقابل مش عارف ايه حيلقط بس من واحد هناك ينشره من مية من مية طب وعلى ايه وعلى ايه ابقى انا ملتزم وعلى عيالي وعمل رشهم كحل واغسلهم بالكلور وملبسهم كمامات وخارق نفسنا واهلي وييجي واحد مش ملتزم ييجي يلطنا في ثانية لا متشكلين عم الحج متشكلين لا تخرج بقى ولا تصهر ولا بتاع وتعالا كلنا نتخنق سوا فانا ارجو انه يبقى فيه شدة على اماكن السهر واماكن التجمعات المبالغ في عدد زباينها خصوصا خلال ويك اند اللي جاي ده لانه خلاص الاعداد ما بتهزرش الكورونا ما بتهزرش والحد ما نشوف حل وناخد بقى اللقاحات كلنا او يشوفوا دواء او كورونا دي تغور لازم يبقى فيه قانون وبالعين الحمرة وما يرحمش صحيطة مش هزار واذا كنتم مش بسدعيني اسمعوا كلام وزيرة الصحة وهي بتقول الارقام وبتقول تحذيرات وكلام في منتهى الخطورة لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها أو انتشار الفيروس هذا ما أكدته وزيرة الصحة وسكان الدكتورة هالا زايد وفقا لما قالته اللجنة العلمية مشيرة على أنه تم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة تغير الجيني المتعلقة بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس طبعا إجمال الإصابات في مصر حوالي 127 ألف إصابة وحوالي 7000 حالة وفاة على مدى أكتر من عشر شهور ونص تداء من ظهور أول حالة زي ما احنا شايفين المنحلة بدأ يتصاد ابتداء من يعني أواخر أو 31 أكتوبر بالتحديد تصعد تدريجي ولكن الأسبوع ده يمكن يكون أكثر تصعد من الرتم اللي فات ويأتي ذلك بعدما اكتشفت سلالة جديدة أشد خطورة من فيروس كورونا المستجد وصفت بأنها خرجت عن السيطرة في بريطانيا ما دفع منظمة الصحة العالمية للتواصل بشكل وطيق مع السلطات البريطانية لإطلاع وإبلاغ الدول بالمعلومات الجديدة فورا توافرها عن خصائص هذه السلالة وأي عواقب قد تصفر عن ظهورها 50% من الإصابات أو 55% من الإصابات فوق سن الخمسين نحن دلوقتي برضو بنقول أن الفئة العمرية من 35 ل 50 سنة بدأت أنها تب من الفئات اللي فيها زيادات وفيها إصابات وده ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت الفئة العمرية من 15 ل 35 برضو ما كانتش بهذه الزيادات كانت لا تتعدى 15% من الإصابات دلوقتي منتكلم على 25% فإحنا برضو الشباب في الجماعات وفي المصالح وفي الأعمال يتبعوا أو يتبعوا الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامية زودنا المستشفيات وصلنا لمية واحد مستشفى أو كنا مية واحد بما فيها الحميات والصدر زودناها وبقينا مية واحداش زودنا أو زودنا عليها مية واحداشر مستشفى دلوقتي زودنا عليها مية وخمسين فأصبح عندنا تلتمية تلاتة وستين مستشفى في السبع وشين محافظة بتشتغل على إدارة الجائحة ده العدد تقريباً هو ده العدد اللي كان فيه ذروة الموجة الأولى بحوالي خمسة وتلاتين ألف سرير وحوالي أربعة تلاف وخمسمائة سرير رعاية مركزة وألفين وخمسمائة تنفس صناعي وإحنا طبعاً بندخ دلوقتي حوالي متين جهاز تنفس صناعي آخر وأكدت وزيرة الصحة بأن هناك نوعين لهما أولوية في الحصول على اللقاح مثل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والأكثر عرضة للمرض والخطورة من كبار السن والأمراض المزمنة وكشفت عن أن هناك أربع محافظات أكثر إصابة بالفيروس هم القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وطالبت وزيرة الصحة مواطن المحافظات الأربعة بتوخي الحضر واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات دي مش المرة الأولى اللي حصل فيها تغير وإحنا عارفين أن فيه تغير مش بس تحصل في بريطانيا رصد برضو تغير في جنوب أفريقيا وبرضو في شرق أسيا التغيرات دي تأثيرتها إيه على اللقاح الحقيقي أما حتى الآن كل العلماء بيقولوا أن هي ملهاش تأثير على اللقاح وخاصة اللقاحات اللي فيها نتيجة أو تكنولوجيا عملها تعتمد على إضعاف فيروس حي فيروس الكونوية حي أو تعطيل الفيروس الكورونا موقف اللقاحات حتى الآن في العالم فيه تم إجراء ستة تجارب على اللقاح سينوفارم واعتمدته تلت دول الإمارات والبحرين والصين منهم الإمارات والبحرين اعتمدوا مش اعتماد طارق لا الاعتماد النهائي يعني يبقى متاح للجميع أو بدون يعني 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 خد معايير الأمان الكاملة في التوقيح والصين الرابط برضو تصل لي الموافقة النهائية مش موافقة طوارق اللقاح فيزر اتعمل عليه سبع تجارب في سبع دول وتم اعتماده في خمس دول عشر تجارب في اللقاح الروسي واعتمد في دولة واحدة ومديرنا تم عمل خمس تجارب واعتمدته جهة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية كما وجهت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من مبادرة رئيس لعلاج الأمراض المزمنة وحثت أصحاب الأعمال على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتخفيف العمال قدر الإمكان إسراء سعد آخر النهار موضوع صعب ربنا يسطر ربنا يسطر خليني أروح الفاصل عشان أستقبل الأستاذ مفيد بس قبل الفاصل عايز كمان أنبه على حضراتكم التنبيه الجديد اللي عملته وزارة الداخلية فيما يتعلق بيه الملصق الإلكتروني على السيارات الكلام ده بقاله شهور وزارة الداخلية عملت مهلة وجددت المهلة وعملت يعني خمسين مهلة تسهيلا للناس عشان ما يبقاش حد عنده عزر ولا حجة آخر يوم 31 ديسمبر اللي جاي يعني بنتكلم على حوالي 7 تيام قدامك أسبوع بعد الأسبوع ده حيتسحب ترخيص السيارة لو أي لجنة وقفتك ولقيت العربية ما فيهاش الملصق الإلكتروني فبادر بالسرعة بادر بالسرعة بالذهاب إلى إدارات المرور وتركيب الملصق الإلكتروني علشان تبقى ملتزم ويتطلع نفسك بره دائرة الإقاب لأن الداخلية قالت أنه ابتدأ من يوم واحد واحد مش حابة فيه تهاون مع المخالفين تقرير عن هذا الموضوع ومنه للفاصل وبعد الفاصل الكلام المفيد ما يحدث في مصر هي نهضة حضارية كبيرة على كافة الأصعضة لا تخطئها العين التي باتت ترصد إنشاءات ومدن جديدة والاتجاه نحو التحول الرقمي لميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين في الحصول عليها ومشاريع تنموية مختلفة وضخمة وشبكة كبيرة من الطرق تساهل التنقل وتسرع بالإنجازات والبناء ومع كل هذا التطور الهائل بات لزاما على وزارة الداخلية أن تطور من أدوات العمل الأمني لديها ليتماشى مع ذلك بخاص تطوير المنظومة المرورية لتواكب شبكة الطرق العملاقة فكان الاتجاه نحو إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة وتحقيق الانضباط على الطرق ولأن الملصق الإلكتروني جزء من تلك المنظومة بما يتضمنه من بيانات عن المركبة تتيح تحديد أماكن التكدسات وفكها وتسجيل المخالفات وتتبع المركبات المسروقة والمطلوبة أمنيا لذلك تهيب وزارة الداخلية بمالك المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء الموعد المحدد لتركيبه هو يوم الواحد وثلاثين من الشهر الجاري دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص وإلا تم سحب ترخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسيرا على مالك المركبات يمكن لهم التقدم بطلب إصدار ملصق إلكتروني من خلال بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية عن طريق اتباع الخطوات التالية إنشاء حساب جديد بإدخال الاسم من واقع البطاقة البريد الإلكتروني كلمة المرور العنوان الوظيفة والجنسية رقم الموبايل الرقم القومي المقطع الأول لإسم الأم رقم المصنع لبطاقة الرقم القومي والموجود أسفل البطاقة المحافظة يتم الضغط على سجل الآن بعدها يتلقى طالب الخدمة رسالة على هاتفه فيها كود التحقق وبذلك يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مرور مصر وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر اضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على خدمات المرور بعدها الضغط على خدمة إصدار ملصق إلكتروني الموافقة على شروط الخدمة وسداد رسوم المطلوبة عن طريق بطاقات الدفع الذكية الخاصة بالبنك الأهل المصري ليتوجه بعدها إلى وحدة المرور المختصة لتركيبه فقط وهو ما يختصر الوقت والجهد ويقلل من التزاحم ويأتي تعميم الملصق الإلكتروني تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق عبدالله بركات التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم التاسعة من ليل القاهرة موعد الكلام المفيد وحل علينا عميدا وأستاذا وملهما دائما الأستاذ مفيد فوزي مساء الورد يا أستاذ مفيد وكل سنة وحلاج طيب ومناسبة الأعياد اللي المقبلين عليها وكل مسيحي العالم دايما في أفضل صحة وحال أشكرك على التحية ومساء التأملات مساء التأملات أرجو أن تتأمل معي حينما تكون الأدب ضيفا على السياسة وأعجبني أوي في أحاديث دولة رئيس الوزراء وهو بيكلم الإعلام وأهميته قال عبارة لم تسقط سهوا قال في جائحة الإعلام المضلم صحيح وهي ترنو وتطلب الهدم للبناء صح أنا أعجبني أوي التعبير الأدبي مصبوط اللي هو جائحة الإعلام المضلم صحيح افتراضيا عن بعد يعني وجه كلمة قال فيها الحركة تفضلت بالذكره ده كلمة في منتهى الدقة والحكمة صحيح إنه المعلومات المضللة والشاشات اللي بتتبنى منهج الإعلام المضلل خطرها لا يقل أبدا عن جائحة كورونا لأنه جائحة كورونا بتقضي على الصحة والإعلام المضلل بيقضي على العقل ومن الضروري إنك تعمل تفتيش شديد الدقة في بعض ما فاصل الدولة طبيعي طبيعي بحثا عن جائحة الإعلام المضلل صحيح صحيح لسه لسه أنا متأكد إنه لسه في خلايا نائمة ولسه في مغرضين ولسه في مأجورين ولسه في موتورين أشكرك أشكرك لا ده أنا أشكر حدك صحيح آه يعني طبعا تخلصنا من عبء كبير ومن كم كبير نعم بس أكيد لسه في بعض الخابئين طبعا طبعا الخابئين هلوى وهي الخابئين ولا المختفين ما هو المختفين ده اللي هي فيها تفعيل يعني فيها تجديد بضم الميم آه لكن هي خبأ خابئ خابئ يعني مختبئ اللي هي المشددة بتاعتها ده ده أروع آه يعني أفزع آه مصبوط الخبيء ده أفزع صحيح هل اسم فاعل من خبأ اللي هو فاعل الوحدي الدارة أنا عايز أقول لك أنه في هذا الزمن الكوروني ما عادش فيه علاقات اجتماعية زي ما أنت متخيل طبعا إلى حد ما قالت العلاقات الاجتماعية اللقاءات العطفية فيه؟ 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 طيب تسمع ترد على السؤال إن إذا كان الحب الأول أو الحب من أول نظرة شيء خرافي وأنه لابد من المعرفة هل مجتمع مصر الشرقي يتيع تعارف الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل؟ عايبت كان بالوقتي؟ نعم آه طبعا ده يتيح ويبيح وكل اللي أنت عاوزه لماذا إذن الطلاق نسبته عالية بين زيجات الشباب؟ علشان الحركة تفضلت به إنه ما فيش وقت للتعارف ما فيش وقت للعشرة ما فيش وقت لي اختبار المساوال في الاجتماعية والمساوال العقلية والمساوال المادية وتقارب الأسرتين من بعض ومعايير اختيار الولاد والبنات في السن الصغير دلوقتي خطأ نعم الولد بيدور زمان كنت بدور أنا على عروسة فكنت بدور فيها إنها تبقى ستين فإنها تبقى ست بيت وعندها دين وعندها خلق ومن عيلة وتعرف مش عارف إيه ونتقدس الحياة الزوجية كلام اللي احنا تربنا عليه نعم دلوقتي لا دلوقتي الشباب اليوم دول عايز يدور على أنا أسف لاستخدام المصطلح يعني نعم بيدور على المزة بيدور على الروشة بيدور على التاتوهات صاحبة أعلى عدد من التاتوهات في أماكن مختلفة تبقى هي دي مرشحة الأولى أنت بتكره التاتوهات أنا محبهاش وأنا منقطها بتنقطها أه أعلى درجة من التاتوهات لأنه والعكس بالعكس نعم البنت ما بقتش بتدور على راجل نعم بتدور على العربية اللي مش عارف عاملة إزاي والواد الروش اللي بيسافر فين واللي بنترونه سائط إزاي وفتاع فالمقاييس بازت فلازم الجوازات بطبوص نعم عايز أقول لك أيضا نقطة جوهرية في مجتمع احنا بنناقش في كل حاجة أنا بتصور حينما تكون موهوبا أنت لست في حاجة إلى وسطة فوسطتك الحقيقية هي موهبتك ولكن في بعض الأحيان قد تكون الوسطة والولاء لهم جانب كبير من القبول في الوظيفة صحية صحية بس هو طبعا يمكن الكلام ده سيد موفيد كان يصلح تحديدا في مصر يعني لسنوات مضت شوية نعم لما كان فيه فكرة التعينات الكتيرة في الحكومة كانت الوسطة شيء أساسي وأنا بعترف لك ده ده حزيدك من الشعر بيت أنه الموهبة وحدها لا تكفي بل في بعض الأحيان الموهبة قد تدي بك إلى الطرد نعم وده ما حالك قلت كده الولاء والنفاق والمجاملات والوسطة والمحسومية ومعرفة فلان كانت تطريق إلى التعيين في الوظيفة بس دلوقتي خلاص بأننا دلوقتي كانت دختين على سلاتين ثلاثة أربعة ما فيش تعينات في الحكومة الحكومة قفلت تعينات قال لك إحنا أساسا الجهاز الإداري بتاعنا ممتلئ أكثر مما يجب ده إحنا بنحاول نقلله فبالتالي ما فيش تعينات في الحكومة فكل قطاع خاص والقطاع الخاص مسته إن الوسطة فيه بتبقى أضيق الحدود ليه لأن القطاع خلاص لفلوسي لو أنا فاتح شركة دي فلوس أنا مهما كان الأستاذ موفيد حيجي يقول لي والنبي ابني ولا بنتي قد عينهم نعم لو مش حيفدوني ويجيبوا لي فلوس مش حعينهم تمام مع كامل الاحترام لأحلاقة الأستاذ موفيد باية تمام فدي اللي قللت شوى القصة لكن لا إحنا عشتها سنوات طويلة جدا وإنت حتزعل مني برضو تاني ليه قول عشان الناس بخبت مش بخبت بس يعني بانتقد حاجة ايه من بتاعة الايكونة عند حضرتك نعم نعم شفت عرفت على طول نعم نعم لأنه من وغة نظر المتوضع أنه كان من أصحاب نظرية أهل الثقة أضمن من أهل الكفاءة هل انتهت هذه إلى الأبد خليك رد على مهلك أتمنى سلام أحسنت في الإجابة شكرك هل أنت بتعتقد أن الفقر شيء دائم لا فقر النفوس شيء دائم فقر النفوس شيء دائم حتى لو معك فلوس ونفسك وحشة وروحك مش كويسة هتفضل طول الوقت فقير لكن الفلوس نحن تعلمنا أنها بتروح وتيجي والغنى والفقر ده يعني اختبارات من عند ربنا نعم لكن الناس الفقيرة في النفوس والفقيرة في الوجدان والروح طول الوقت تعيسة حتى لو معها مليارات طيب بسي ما أنتك بتتكلم قبل ما أدخل وبتحذر الناس في حكاية المسك التي عادت بشراسة أكتر صحيح هل أنت ما يعتقد أنه التسويق السياسي لبعض القضايا في حياتنا مسكوت عنه فبعض الحاجات آه بس الحقيقة في دي مش هقدر أقولك آه يا أستاذ مفيد صحيح ده الدنيا كلها بتتكلم فيها الرئيس بيتحدث صحيح ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة والإعلام كل القنوات بلا استثناء ليلة نهارا لا حديثة لها إلا عن كورونا صحيح الحقيقة الحقيقة ولا أقدر لهم أي جهة في الدولة على تقصير في مسألة كورونا نعم الحقيقة هو القصة التزام ووعي الناس قد يكون وبعدين أنت بتستغرب لها أستاذ مفيد ده يعني المصريين مش احنا بيقول دايما ما نهومش كتالوج نعم المصري اللي بيقف قدام عينه بيتفرج على قنبلة والرجل بتاعه الفرقعات بيفكها وهو واقف وعمال يقرب يقرب عشان بتفرج على فك القنبلة ده شايفها وما بيهربش طبعا بالك بقى من الفيروس مش شايفه عايزه يهرب منه ده ده بقولك احنا بنقرر تعالي يا وقت بنفك القنبلة تعالي تفرج شيء رهيب فيعني ده كويس قوي كويس قوي الحمد لله انه ربنا سترهم عادة اللقمة والفسحة هل احنا معجدين اللقمة وقت والفسحة وقت ولا الاتنين دخلوا في بعض في حياتنا لا دلوقتي فسحتنا لقمة فسحتنا لقمة اه دلوقتي الخروجة مبنية على اكلة يعني دلوقتي زمان كانت فكرة ان احنا نروح نركب مركب في النيل نروح الاناطر مش عارف نعمل كذا نروح نفترش الحديقة مش عارف كذا لا دلوقتي ما تيجوا نخرج نروح ناكل في الحتة الفلانية تعالوا نروح الملدة في كافية بيعمل مش عارف ايه بقيت الخروجة قائمة على الاكلة انا بتصور ان الفيروس وقى دا احلامنا انا غلطان لسه في ناس كتير حيات ما توقيتش احلامها والله انا لسه بقولك انا كنت مبرح من شوية انا رفزتي نعم وانا بتكلم مبرح صديق لي كان صحران في المكان اللي انا كنت بتكلم عنه دا سي يعني والله عشان انا احلفت بس انا انا مقولش اسمه نعم وبعتلي النهاردة الصبح بقى نعم من على بعد عشرة متر بيقول لي ازاك اتمن وقول له ازاك اريز نعم وخلاص نعم فاحنا كلنا ملتزمين وخنقين نفسنا وخنقين ولادنا وبعض المستهترين هيجبوننا الكافية نعم صحيح بصراحة صعب صعب صحيح محرومين من النوم العميق اه لا ما اعتقلش ان انا عندي نوم عميق انا نومي متقطع او ارق زائر كبير لك انا نومي متقطع وخفيف فمحروم شوية من النوم العميق دي فاعتقل انها سعادة كبيرة لمن ينام باتصال وعمر يعني انا عمري مثلا التمن ساعات المقفولين دي عمري من امتهم ابدا لا ابدا ما افتكرش لازم في النص اقوم مرتين تلاتة واي حاجة بتحصل جنبي تك كده خلاص اه المدام بس تفتح البتاع نزلة خرجها بتجيب حاجة من القوضة شكرا شكرا اه شكرا نعم فالنوم العميق ده واضح انه نعمة يعني مش حاضر اوصفها لك لانا نسا مش شكرا نعم انا بنام متقطع برضو نعم متقطع ودماغي دائما تقف عند بعض المشاكل التي لم احلها في النهار اه تطلع لي بالليل اه يعني عقلك شغال عقلي شغال حتى وانت ناهي اه انها عبقرية ده بجد ولا عبقرية ولا حالة ده انا بخاف انها تبقى اشتباك شديد يؤدي لزهايمر لا بعد الشر يعني بعد الشر طبعا احنا كانوا نزلوا على الفاتحة عن الزهايمر وقلنا انه مالوش ملكة ومالوش مسكة فاسبها على الله لكن لا انا 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 حد من الاطباء النابهين يعني زمان قال لي الحكاية دي لانه انا اشتكت له قلت له انا ما بنامش نوم عميق ودماغي شغال وبتاعه وقال لي لا قال لي خد بالك ان ده يعني دليل علامة على الذكاء بس انا طبعا مش هينفع اولوه على نفسي فهو ينفع ينقل جدا على حضرتك نعم فهو علامة على الذكاء وعلامة على يقضة العقل طول الوقت بل بالعكس ده انت محتاج تهدي شوية اه محتاج تفصل اه افصل اه تفصل محتاج تفصل لانه اه ودي حكاية انا حتى قال لي تمرين لطيف عليها قال لي اما تخش السرين وتطفي النور وتشد الغطى وتنام في كتير من دنا بيقعد وهو مغمض يعنيه كده على حد ما انهم يجي له يفكر في احداث اليوم اه ده خطير اقول لي ده غلط اه ده بان ده انت هنا ده بان بتزوء عقلك على المزيد من التفكير نعم صحيح انت وانت اول ما تغمض حاول ما تفكرش حاول تتخيل حاجة حلوة بتحبها ملوحة جميلة بتتفكر فيها اه بيتشعري رطيفي ما كده حيث تتمزيكت دندنها مش عارب ايه بحيث انه الهدف هو انتميل الاسترخاء مش ان انت تشغل عقلك عبد الوهاب كان بيتفرج على فصل من مصرحية لفؤاد المهندس طيب شوف فيه ناس بتعمل غلط بتقعد تلعب كده ما فيه متقطعة ده برضو غلط طبعا لان المخ بيشتغل ده انت بتشغل المخ اضعافه بتخليه نور وبتقول له فكر زيادة ازاي حيناب وطبعا فيه حكامة اللي كان جدتي بتقول هالي اللي هو عد من واحد لالف دي بس طبعا انا عدتلي سبعة مليون ومنمتش بصراحة الفجر ردا علي وانا قاعد خلينا اذا سمحت نروح نزور طبيبة شهيرة وهي اسمها ايضا شهيرة لوزة وهي طبيبة نوم ويقال طبيبة ايه نوم استاذة نوم في حاجة كده نعم حلول ولديها معمل نوم كل هذا انا مش فاهم اللي استاذ مفيد بيقول له الحقيقة يعني طبيبة نوم طبيبة نوم يعني استاذة علم النوم في كده نعم لا ومتخصصة في النوم النوم الآمن النوم الآمن نعم وتعرف يعني ايه الكوابس اللي بتجي لك وعندها معمل نوم ايوة وانا خضعت ذات مرة لجهاز ايه ارادت ان تقيس درجة نشاط مخ بتعليق الجهاز فالجهاز مفجر ولاني ولاني طبعا مدرك اللي بيحصل لي مم ما نجعلتش التجربة لاني بتيقصت طول الليل لأفهم ماذا يفعل الجهاز لا ده خصة كبيرة طب تسمح لي بقى اولا تشرح حالي في الفاصل بالراحة لحد ما الدكتورة الشهيرة تتواصل معنا هاتفية بعد الفاصل اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل وهدايا الاستاذ مفيد لا تنقطع والحقيقة اجمل ما في الاستاذ مفيد انه عاشق لفن اختيار الهدايا اختيار الهدايا فن يعني لما يكون عند بلاد الاستاذ مفيد عادي ان انا عدي على اي محل اديني اي حاجة عندك ونمي يا ابني ولفها لي ده طبيعي لكن في ناس بتبقى عندها فن نقول له لا الرجل ده ينفع معاك كذا ويحب كذا ويليق عليه كذا فالهدايا تسعيده فعلا فهدايا الاستاذ مفيد الحقيقة فيها فن الاختيار وهديته هذه المرة الدكتورة شهيرة لوزة استاذة النوم نعم وصاحبة معمل النوم نعم واللي هتقول لنا كيف ننام نوما آمنا وسعيدا ومريحا ومريحا من غير لفزة انت عالف كلا طبعا كلمة فزة ها دي هب في السكين هب ولا كوابيس لا ولا كوابيس دي جديدة بقى دي جديدة مساء الخير يا دكتورة دكتورة شهيرة ايوة مساء الورد اهلا يا فندم انساء حضرتك الحمد لله الحمد لله يا دكتورة شهيرة ايوة كنت بقول للاستاذ تامر الدكتورة شهيرة طبيبة نوم ايوة فاندهش من العبارة نعم يعني دي احنا بالناب التلتة عمرنا فطب النوم ده زي طب يعني بيدرس مرحلة مرحلة من العمر زي طب الشيخوكة وزي طب الاطفال بيدرس الجسم كله في مرحلة في وقت في توقيت صحيح بس لا حركي حركي يعني تقصصتي فيه ازاي واخترتيه ازاي وهو ثقافة اعتقد غيبة وتقصص غيب عندنا وانا ادعي ان انا يعني متابع جيد للحياة واول مرة اسمع ان فيه تخصص اسمه طب النوم لا ده النهاردة فيه تخصص بالنوم طبعا من من الخمسينات تبتدى في العالم كله لكن هنا في مصر عندنا من اسكندرية الاسواب في جميع الجامعات وجميع المنتشفات كتيرة جدا اصبح يعني تخصص موجود ومهم دكتورة شهيرة بطريقتك في الردود اللي فيها يعني اقاع سريع هل النوم سلطان وايه معنى كلمة النوم سلطان النوم سلطان احنا بنكمل الجملة اذا طلبك اراحك واذا طلبته اراحك يعني احنا بالنام بالنام بنرتاح وانا منصوب من النوم يعني الفايدة من النوم ان الشخص يقوم في النوم التالي مرتاح وما عندوش استعداد ان ينام في وقت او في مكان هو مش عايز ينام فيه دا اول حاجة صح حلو قوي ان النوم سلطان اذا طلبك يعني النوم هو اللي طلبك اراحك نعم واذا انت طلبته اراحك نعم يا دكتورة شهيرة يعني طلبت مني الفنانة المثقفة الجميلة رغدة انها تعرف الكوابيس ايه تفسيرها في النوم الحقيقة طب النوم ما بيدرسش الكوابيس فحد ذاتها لكن احنا عارفين ان الشخص لما يتذكر كوابيس او احلام مفزعة عادة بيدل عادة الحالة النفسية تكثر الكوابيس مع الاكتئاب وتكثر الكوابيس مع بعض القلق وتكثر الكوابيس مع بعض الادوية الادوية ايه في بعض الادوية ولو قلنا مثال طبعا دلوقتي مش موجود لكن زمان كان فيه دول الضغط اسمه سيربازيل وكان اسمه سيربازيل لان الناس كانت بتحلم بتعبيب نعم ياه لا والكوابيس كمان يا دكتورة بتكتر مع الاكل التقيل قبل النوم ممكن لا ده بتجربة ده بتجربة كتير ايه المنومات يا دكتورة شهيرة رأي فاصل قاطع فيه المنومات اولا انواع كثيرة نعم منها المنومات مع الاسف الناس كتير بتاخدها اوفر دا كونتر يعني في الفيضاليات من غير ما تاخد من غير رعاية طبيب لانها في حد ذاتها ما فيهاش مشكلة يعني ما بتتفعلش مع ادوية تانية فالناس بتحس ان ده ممكن واحد ياخدها لكن ديها مساوئ على النوم اولا ان هي بتعالج الارق اللي هو عرض وليست مرض فنجم نعرض سبب الارق باقي قبل ما ناخد المنومات لان اخذ المنومات في حد ذاته في بعض اضطرابات انه بيزاودها سوء وفي بعض الاحيان لما الناس تاخدها لفترات طويلة يصعب عليهم ان هم يبطلوها هو فيه فرق ما بين المهدئات والمنومات حضرتك المنومات انواع كثيرة منها المهدئات منها المهدئات ومنها الادوية العرض الجانيبي بتاعها بنيم فيهم انواع كثيرة المهدئات اه منهم من ضمن خصائص المهدئات انها بتنيم صحيح دكتورة شهيرة النعاس اثناء النهار النعاس أثناء النهار ده يعني خط أحمر أو بالنسبة لطب النوم ده العرض الأكثر خطورة والذي ينوم أنه فيه مشكلة فيه مشكلة في النوم أكثر من أي حاجة كان يعني وعادة بتبقى مشكلة عطوية وأكثرها شيوعا هي مشكلة توقف التنفس الانتدادي أثناء النوم ده شخص دي يبقى نوع النوم بتاعه غير ساوي وبالتالي في اليوم التالي ينبقى يقعد ينام نايم وهو سايق ده معناه أنه هو ما خدش كفيته من النوم أثناء فترة النوم فبالتالي بينتابه النعاس أثناء النهار بالضبط ويبقى نوع النوم سايق يعني اسمه نايم وبشخر بالليل ولكن في الحقيقة ما تشوروش بس ما تشوروش من غير مشورة من فضلك النوم الظهر كلمة فاصلة فيه نوم الظهر ده مهم جدا ولا يعني الأبحاث اللي عملوها على نوم الظهر اتعملت في كاليفورنيا فالناس ما بتنامش الظهر وما فيش نوم الأيلول لاوا أن من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر الشخص يحتاج أن هو ينام فترة بشرط أن الفترة دي تكون ما بين 15 دقيقة أو 45 دقيقة علشان المخ ما يصلوش المسج إن ده ليلا بحلها وبعدين من صحيح عشان كده نعرف إن فيه ناس لما تنام الظهر تقوم تعبانة قوي صح لما بتنام كتير أيه بالضبط وهو النوم الكتير مرض؟ النوم الكتير أو النوم في الوقت أو المكان إن الشخص مش عايد ينام فيه لازم ورا مرض ورا مرض يعني يبقى عرض لمشكلة تانية والكلام أثناء النوم أيضا مرض؟ لا الكلام أثناء النوم والمشي أثناء النوم كلها يعني ليها تفسير علمي وعادة بيبقى يعني استعداد وراس نعم ولما الواحد يحط النوم تحت ضغط وأكتر حاجة تزود الضغط على النوم هي لخبطة موعيد النوم لو تسمعي تقولي للأستاذ ثامر معمل النوم تلخيصه لأننا قلت له أنا خضعت للتجربة معمل النوم مكان بيتسجل فيه تغيرات فيسيولوجية أثناء النوم منها رسم المخ ورسم القلب ورسم عضلات والتنفس ونسبة الأكسجين ونسبة ثاني أكسيد الكربون ودراسة عضلات معينة في الجسد فيها الزيلة بحالها وده بنطلع منه بنتيجة إيه اللي في النوم أثناء النوم إذا ممكن يؤثر على نوع النوم وبالتالي نقدر نشخص يعني هو تحليل للشخص أثناء فترة نومه بالضبط تحليل فيسيولوجي تحليل علمي ومش كل حد بيحتاجه يعني لازم الطبيب يبقى يشوف الشخص اللي عنده مشكلة ويشوف إذا كان محتاج للتسجيل ده أو غير محتاجه وطبعا فترات النوم الأفضل هي الليل حضرتك إذا إحنا عندنا وراسيا إيه هي فترات النوم في ناس بتنام أحسن متأخر وفي ناس بتنام أحسن أثناء النهار وكان زمان بيقولوا المبجعين ديهم استعدادة بيصحوا بالليل ويناموا السوق صح فمش مهم بالنسبة لنا إمتى لكن المهم يبقى منتظم يعني مهم أن الشخص يستيقض كل يوم في نفس المعاد لا دكتورة دي معلومة دي معلومة أول مرة في حياتي أسمعها نعم يعني كل الناس تقولك لا الناس اللي قلبها يومها الناس اللي زروف عملها بتاقتضي أنها تشتغل بالليل وتصحب وتنام بالنهار أو كذا ده خطأ شديد وكانت على الصحة وكذا الدكتورة شيرلة تقول كلام مهم قالك مش مهم الوقت المهم الانتظام فيه نعم فدي معلومة أنا بشكرك عليها دكتورة لأنها تصحح مفهومة عند الناس كتير جدا لأن فعلا الناس زي الحراس الليليين بعض الناس اللي عندهم شفتات مسائية بيقولك طب أنا غصب عني والدكاتر يقعد في وش يقوله ده أنت كده هتموت ناقص عمره هتموت منت صغير وأبدا بشرط أن يبقى في نفس الوقت لكن يعني بنرجع حضرتك أصرت حاجة مهمة جدا الناس اللي تشتغل في شفتات ممكن تشتغل في شفتات بشرط أن تبقى شفتات دي ماشية بطريقة علمية ما يبقاش يوم بالليل ويوم الصبح ويوم بعد يعني اللخبطة هي الغلط اللخبطة هي الغلط طب دكتورة لما عشان نقول للناس مشاهدين اللي يفرجوا علينا لما حد من الناس دلوقتي يحصلوا إيه جيلك لا أول حاجة شخص يلاقي نفسه قاعد في مكان أو في وقت مش منتظر أنه ينام نفسه بينام غضبا عنه طب خديليم عاد يوم لاربعة يا دكتور خديليم عاد يوم لاربعة يوم لاربعة ان شاء الله اللي جاي الساعة تمانية غيره عشان واضح إن أنا لأكم كل المواعين هو حضرتك أي حاجة اي مشكلة ليه علاقة بالنوم وأحيانا بتدعى حاجة مش مشكلة بس الواحد بيطمن الشخص بديه مش مشكلة يعني اللي بينام في غير أوقات النوم في الاجتماع أو في قاعدة أو في العربية أو كذا لازم يعجز معادي اتنين اللي نومه متقطع وبيصحى تعبان بالزبط اللي عنده مشكلة في النوم يعني ليها علاقة بالنوم وأحيانا بنطمن الشخص وتبقى حاجة فيسيولوجية عادية ونعرف السابق بطولا عجب تسمعي تقوليلي أهمية المخدة في النوم؟ آه آه طبعا مخدة مهمة جدا لأن الشخص ما كانش ناين مرتاح كل عضلاته دي لو ما كانتش مرتاحة هيبقى فيه ألم الألم أول حاجة الألم والحرارة الزيادة والضروضة والقوع حاجات الفيسيولوجية الطبيعية اللي ممكن تصحي شخص والخوف يعني ما تكلم مع الطبيعي بقى الحاجة اللي يعني آه لا أصلا الخوف أنا عارف أنه مستحيل حد ينام وهو خايف خلق الخلق ممكن يصحي الشخص فعلا صح أنا أمر ما حاول طبعا أنا أسف بس نارجي على المخدة يا صرفين آه المخدة آه المخدة طبعا مريحة لكن المخدة ملهاش شكل نموذجي يعني على حسب راحة الناس فيه ناس بتحب المخدة الجبدة نعم فيه ناس بتحب المخدة اللي هي ريش دي النعمة الليينة دي الليينة ملهاش علاقة نعم المهم بتيبع مرتاح والمهم إن الشخص ما يكونش عنده مشاكل صحية تانية زي الارتجاع مثلا المريض ترجاع المعد المريض لازم الواحد يبقى عنده رافع المرتبة دي المخدة علشان آه ما يحصلوش ارتجاع فيه حاجات بتتطلب إن الشخص يخط مخدة أكتر من مخدة هل يتطلب يا دكتورة شهيرة النوم في إزلام كامل هل ده يعني مساعد على النوم هو بيساعد لإن إحنا عارفين إن الخلال المسؤولة عن تتالي بالاستيقاظ والنوم بتتأثر بالطوق فلو الواحد قاعد في ظلمة حيبقى يعني حيبقى أفضل له نيام لإن أول ما بيطلع النور بيصحك صح نعم طيب آخر حاجة معلش حتى إن عليك يا محاضرة مفيدة جدا بس الحقيقة الموضوع مثير ومغري بالمعرفة إيه الأجواء الحلوة اللي الواحد يعملها عشان يقدم على نومها زي ما نفسي مفيد قالك الأول أظلم البتاع ممكن يبقى فيه نور سهاري بعيد كده عشان الناس اللي بتخش الحمام أو كده لكن إيه المفروض أعمله قبل ما أخش أنام؟ هل أقرأ أسمع مزيكة؟ ما فكرش حاول ما فكرش حاول أبعد على الناس اللي في البيت اللي بيدايقوني عشان ما ما تدايق يعني إيه المفروض أعمله عشان أقدم على النوم عميق وهادق؟ أول حاجة إن أسيب كل مشاكل كل الحاجات اللي حفكر فيها في القوضة اللي جنب يقط النوم قوضة تانية مخشش بها بغرفة تانية لأن الواحد يدخل بكل المشاكل دي السرير حاجة غير مستحابة تاني حاجة طبعا إن الواحد يبقى عامل روتين الروتين ده النظام والروتين في النوم بيساعد جدا صحيح؟ هبتقول للناس مش دروري يتنام الساعة كامل مهم يتنام لما تبقى نعسان لكن فيه ناس بتبقى لها روتين وده بيساعد جدا في النوم هل الناس اللي بتفتح التليفزيون عش تقولك حاجة توش جنبي كده دي حاجة مفيدة للنوم؟ بادام روتين بادام بيحصل كل يوم ها في ناس يقولك لو التليفزيون طفى منامش تمام بلزبط خلاص يبقى ده روتين دي بقى دي حاجة بتدي له بتدي لنوخ إشارة دي قد كتابة شهيرة أنا لا أعتمل سرسوب هلوى السرسوب دي؟ سرسوب ضوء طالع من شباك فإذا السرسوب في الفجر نور في القوضة فصحى أصحى سرسوب ده حضرتك الإشارة للموخ إن صبح إن ده معاد استقاظ وبالتالي الناس بره اللي بيشتغلوا في شفتات بينصحوهم اللي بيشتغلوا بالليل إن هم يروحوا بنظارة ما تدخلش ضوء خالص عشان يقدروا يوصلوا البيت ويناموا صح صح لفعلا الشمس اللي هو أنت متبق طول اليوم لو شفتها خلاص بتبوز بالضبط يا دكتورة شهيرة ما رأيك فيما يقوله شاكسفير أن السعادة هي نوم عميق السعادة حاجات كتيرة جدا والسعادة دي بتبقى نابعة من الشخص نفسه نعم فإذا كان الواحد يعني مرتاح حيب أسعيد صح والنوم يعني واحد لازم يبقى ما يطلبش بالنوم إلا الحاجة اللي تريحه متوسط أخيراً متوسط ساعات النوم المطلوبة للإراحة الجسد للأمان نعم ده سؤال لأن جرى العرف أن الناس كلها تقول 8 ساعات صح 8 ساعات ده متوسط عدد ساعات النوم يعني الناس بتبقى محتاجة من 5 ساعات ل11 ساعات فيه ناس محتاجة 5 وفيه ناس محتاجة 11 ياه ها ففيه ناس تنام 5 ساعات وتقوم من ساحة وخلاص صح وفيه ناس تنام لازم محتاجة 11 ساعات دي عشان تنام مرتاح فهو كل جسمه قابليين وده كمان وراث وده كمان وراث الحقيقة يا دكتورة شهيرة أنا علمت طول حياتي في مشواري التليفزيوني أنه تأتي فرصة أنه يعدس لبرنامج أنه يدي معلومات للناس أي يفيد الناس ويزغي الناس للكلام اللي حضرتك بتقوليه وده شيء شديد الأهمية وتعقق الحقيقة في اللقاء بالأستاذ تامر أمين في هذا البرنامج آخر النهار بنشكرك كل محترام وفيد معلومات يستفدنا بيها دكتورة وإن شاء الله يعني نتقابل بقى في الموعد اللي إحنا حجزناه مع بعض نعم أهلا نوزا أنا متشكرة جدا شكرا شرفتينا ونورتينا الدكتورة شهيرة لوزا العالمة ومتخصصة في طب النوم أحسنت يا أستاذ مخيط الله بالموضوع الهدية النوم فوق سرير سرير بيتك أفضل مئة مرة من النوم فوق سرير مستشفى وضيق الرزق المؤقت أفضل مئة مرة من الضيق في التنفس قل الحمد لله لتصون النعمة نعمة وجودك الحمد لله غدا نهار آخر